السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعد الولايات المتحدة الأمريكية أشهر وأقوى دولة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية ولكن إذا أردنا أن نعرف مفهوم الدولة وفقا للتعريفات الأكاديمية سنجد أن التعريف التقليدية يقول الدولة هي قطعة أرض تتمتع بالسيادة على منطقة جغرافية محددة يعيش فيها سكان بشكل دائم ويحكمهم قانون موحد ويتم وضع هذا القانون من قبل السلطة التشريعية الممثلة في النواب والحكومة وبناء عليه تكون هذه الدولة قادرة على الدخول في علاقات مع الدول ذات السيادة المشابهة لها وفي هذا فيديو سنتحدث ما لا تعرفه عن الولايات المتحدة الأمريكية وما هي أقاليم وراء البحار الأمريكية التي لا يعرفها الكثير ابقوا معنا لآخر الفيديو لكن قبل بداية الحكاية الرجاء الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفضلاً وليس أمراً الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد تتألف الولايات المتحدة الأمريكية من خمسين ولاية ارتبطت ببعضها بنظام فدرالي متين ذلك النظام الذي سنغوص في تفاصيله لاحقاً ولهذا السبب تزين العلم الأمريكي خمسون نجمة تمثل كل منها ولاية من الولايات المتحدة من بين هذه الولايات تقع ثمانية وأربعون منها متجاورة جنباً إلى جنب بينما تظلوا ولايتان متفردتان بموقعهما وهما ألاسكا وهواي غالباً ما ترسم هاتان الولايتان بجانب بقية الولايات على الخرائط ولكن ليس بحجمهما الحقيقي تقع ألاسكا في الشمال الغربي للقارة الأمريكية وهي واسعة الأرجاء في حين أن هواي عبارة عن أرخبيل ساحر في قلب المحيط الهادئ وعلى عكس اتحادات أخرى كالاتحاد الأوروبي الذي تناولناه سابقاً لا تمتلك الولايات الأمريكية حرية مغادرة الاتحاد أبداً وفقاً لما ينص عليه الدستور لكل ولاية من هذه الولايات ممثلون في الحكومة المركزية يعرف هذا الجهاز بالكونغرس وهو المكان الذي تصاغ فيه القوانين إلى جانب هذه المهمة يمنح الكونغرس لكل ولاية سلطة واسعة لإدارة شؤونها الداخلية فيما يعرف بالحكومة المحلية وعلى الجانب الآخر توجد الحكومة الفيدرالية التي تسيطر على شؤون الدولة بأسرها وتعمل بشكل متوازن مع الحكومات المحلية للولايات المختلفة حيث تضع كل حكومة القوانين التي تراها مناسبة لكن يبقى التساؤل ماذا لو أصدرت هذه الحكومات قوانين متعارضة؟ أي القوانين تكون الأقوى؟ الإجابة تكمن في أن قوانين الحكومة الفيدرالية هي التي تعلو على قوانين الحكومات المحلية لنتأمل هذا المثال استخدام الماريجوانا لأغراض طبية أو ترفيهية يعتبر قانونيا وفق القوانين المحلية في ولايات مثل واشنطن أوريغون كاليفورنيا نيفادا كولورادو ألاسكامين وماساتشوستس ولكن من ناحية أخرى يعد استخدام الماريجوانا لأي غرض كان غير قانوني وفقا لقوانين الحكومة الفيدرالية وبما أن قوانين الحكومة الفيدرالية تهيمن على قوانين الحكومات المحلية نظريا تستطيع الحكومة الفيدرالية أن تدخل أي من هذه الولايات وتعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يتعاطون الماريجوانا السبب الذي يجعل الحكومة الفيدرالية تغض الطرف عن هذا الأمر بسيط لأنهم يرون أنه لا يستحق ذلك القدر من الأهمية الآن وبعد أن تناولنا بإجاز شديد نظام الحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية دعونا نتطرق إلى أمرين تخفيهما الخريطة التي نعرفها جميعا أولا عاصمة الولايات المتحدة واشنطن العاصمة هذه المدينة ليست واحدة من الولايات الخمسين التي تتألف منها البلاد إنها منطقة صغيرة تقع بين ولايتي ميريلاند وفورجينيا ويطلق عليها رسميا اسم مقاطعة كولومبيا وبما أنها ليست ولاية فهذا يعني أنها لا تمتلك ممثلين في الكونغرس للتصويت على القوانين المطروحة ثانيا هناك محميات الهنود الحمر كما نعلم الهنود الحمر هم السكان الأصليون لهذه الأرض وحتى يومنا هذا لا يزال عدد قليل منهم يعيش في مناطق محددة في الولايات المتحدة هناك 326 محمية هندية مبينة كما ترون على هذه الخريطة معظم هذه المحميات أو المدن صغيرة الحجم ولكن هناك 12 محمية تزيد في مساحتها عن ولاية رود آيلاند أكبر هذه المحميات تعرف باسم أمة نافاخو وتكاد تكون بحجم دولة الإمارات العربية المتحدة يعيش في هذه المنطقة ما يقارب 200 ألف شخص ويصل مجموع عدد سكان المحميات جميعها إلى حوالي مليون نسمة هذه المناطق تتمتع بما يعرف بي السيادة القبلية وهي القدرة على إدارة شؤونهم بأنفسهم داخل الولايات المتحدة الأمريكية حيث تعاملهم الحكومة الفيدرالية كأنهم دول مستقلة وتطلق عليهم اسم الدول التابعة المحلية لهذه المحميات القدرة على إصدار قوانين جديدة حتى لو كانت مخالفة للقوانين المحلية أو الفيدرالية ولهذا السبب نجد أن أكبر كازينو في الولايات المتحدة الأمريكية يقع في إحدى هذه المحميات في ولاية أوكلهوما المثير للسخرية هو أن المقامرة تعتبر غير قانونية في ولاية أوكلهوما وفقاً للقوانين المحلية وهذا يعني أنه بإمكانك المقامرة بشكل قانوني داخل حدود المحمية ولكن إذا قمت بالمقامرة خارج حدودها ستعد ذلك جريمة وسيتم اعتقالك هذه المحميات تمتلك أحياناً محاكمها الخاصة وشرطتها الخاصة وحتى رؤساءها الخاصين ولذلك يمكنك في الواقع رسم خريطة الولايات المتحدة الأمريكية دون تلك المحميات التي لا تخضعها الحكومة الفيدرالية لسلطتها هذا ما يتعلق بالولايات الخمسين لكن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أراضياً تابعة لها خارج حدودها الجغرافية حيث تنطبق عليها قوانين الدولة تقسم هذه المناطق إلى مناطق مدمجة وأخرى غير مدمجة وكل النوعين يخضعان لسلطة الكونغرس وهذا يعني أن الولايات الخمسين تقرر القوانين التي تنفذ في هذه المناطق من دون أن يكون لسكانها حق في تمثيلهم في الكونغرس أو حتى المشاركة في الانتخابات الأمريكية الفرق الأبرز بين النوعين هو أن جميع قوانين الحكومة الأمريكية تسري على الأراضي المدمجة بينما تسري بعض القوانين فقط على الأراضي غير المدمجة كما يقسم كل من النوعين إلى مناطق منظمة وأخرى غير منظمة المناطق المنظمة تتمتع بحكومات محلية في حين أن المناطق غير المنظمة تخلو من أي حكومة محلية وتعتبر مجرد جزر فارغة لنبدأ بالمناطق غير المدمجة والمنظمة يعني هذا النوع من المناطق أنها تمتلك حكومات محلية ولكن ليست جميع قوانين الحكومة الأمريكية تسري عليها هذه المناطق تشمل بورتوريكو وغوام التي أصبحت جزءا من الولايات المتحدة بعد الحرب الأمريكية الإسبانية وجزر ماريانا الشمالية التي أخذتها من اليابان خلال الحرب العالمية الثانية وجزر العذراء الأمريكية التي لم تنتزع من أحد بل بيعة للولايات المتحدة من قبل الدنمارك في عام 1915 مقابل 25 مليون دولار مرة أخرى سكان هذه المناطق هم مواطنون أمريكيون لكنهم محرومون من حق التصويت في الانتخابات الرئاسية مما يجعلهم مرتبطين بالولايات المتحدة دون أن يتمتعوا بكامل الحقوق التي يتمتع بها مواطنوا الولايات أما فيما يخص المناطق غير المدمجة وغير المنظمة فهي تتألف من عشر جزر صغيرة للغاية فارغة ولا يسكنها سوى الطيور ولهذا السبب هي غير منظمة أي أنها خالية من أي حكومة محلية لكن رغم ذلك ولسبب غير معلوم ترغب الولايات المتحدة في الاحتفاظ بهذه الجزر الجزيرة الوحيدة التي يسكنها بعض البشر هي جزيرة ساموة وفيما يتعلق بالمناطق المدمجة وغير المنظمة هناك منطقة واحدة فقط تنتمي إلى هذا النوع وهي الجزيرة الفارغة بالميرا إيتول وبما أن هذه المنطقة مدمجة فإن الدستور الأمريكي يسري عليها بكامل قوته لذلك إذا ولد أي طفل على هذه الجزيرة لأي سبب كان فسيحصل على الجنسية الأمريكية تلقائيا والنوع الرابع والأخير هو المناطق المدمجة والمنظمة في الوقت الحالي لا يوجد أي منطقة من هذا النوع حيث كانت آخر منطقة من هذا النوع هي هاواي التي أصبحت ولاية في عام 1959 أما المنطقة المرشحة في الوقت الحاضر لتصبح الولاية الحادية والخمسين فهي بورتوريكو يقدر عدد سكان بورتوريكو بحوالي ثلاثة ملايين ونصف أي أكثر من واحد وعشرون ولاية أمريكية إضافة إلى كل هذا هناك الدول المرتبطة وهي دول أبرمت اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم المساعدات المالية والحماية مقابل السماح للولايات المتحدة ببناء قواعد عسكرية على أراضيها هذه الدول الثلاث هي بولاو وجزر مارشال وميكرونيسيا لسكان هذه الدول الحق في العيش والعمل داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية والعكس صحيح وبهذا يمكن أن نلخص الوضع كالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تتألف من خمسين ولاية مقاطعة واحدة هي العاصمة العديد من المحميات الهندية الكثير من الجزر التابعة وثلاث دول مرتبطة بها وفي النهاية نود أن نقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ويحسن ختامنا جميعا آمين لا تنسى الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأتمنى مشاهدة باقي الفيديوهات ستجد بها مواضيع عديدة مهمة ومفيدة وستنفعك إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته